الباحثة السورية سيرين حمشو تم اختيارها ضمن أفضل مئة امرأة بالعالم وهي من مواليد مدينة حمى عام 1986 والدها المهندس السوري عمر حمشو وأمها الباحثة السورية رفيدة حبش تخرجت سيرين من كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة القلمون عام 2008 وحصلت على الماجستير بإدارة الطاقة المتجددة في عام 2012 من جامعة فرساي بفرنسا حصلت سيرين على براءة اختراع دولية بتصميمها نظام توربينات رياح جديد في عام 2015 وهي تعمل حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية براءة الاختراع الخاصة بها كانت لتأسيسها نظام حماية للعناصر الكهربائية الموجودة بأبراج الطاقة التي تتلف بسبب الحركة المستمرة برأس التوربين تمت الموافقة على الاختراع وتم تطبيقه بألمانيا واليابان وأمريكا والبرازيل والصين ودول عدة تعمل حاليا على دراسة وتطوير بطاريات تخزين الطاقة المتجددة شاركنا رأيك في التعليقات ويعطيكم ألف ألف عافية